بدء المواجهة البحرية كانت استخدامات الحثين هي صواريخ بالسية وصواريخ مجنعة وأيضا صواريخ بحرية على السفن والطائرات المسيرة عادة ما يطلق في كل عملية يطلق أكثر من خمسة صواريخ لأن هذه الأهداف متحركة وتتحرك في البحر وبالتالي أحد هذه الصواريخ تستهدف السفينة أو الطائرة المسيرة التي تراقب السفينة ويتم استهدافها بطائرة مسيرة هجومية أخرى إذن نحن نتحدث عن الاستراتيجية الحثين طبعا استخدموا الزوارق المفخخة وهو سلاحي بحسب البنتاجون أنه يشكل تهديد حتى على القطع العسكرية التابعة لتحارف حارس الازدهار الحثين قبل أشهر حاولوا استخدام الزوارق المفخخة في استهداف القطع العسكرية التابعة لتحارف حارس الازدهار لكن عادة هذه القطع كانت تستطيع صد هذه الزوارق والتعامل معها من بعد حتى أن الصيادين اليمنيين الذين يعملون في جنوب البحر الأحمر أو في المناطق قبالة السواحي اليمني يتضررون وهناك مخاوف من تحالف حارس الازدهار من أن يكون هذه الزوارق أيضا مفخخة لكن عندما نتحدث عن كم عدد الهجمات الحوثية على القطع العسكرية التابعة للولايات المتحدة أو بريطانيا أو الدول الأوروبية حتى اللحظة هناك قرابة ثماني محاولة من قبل الحوثيين لتحقيق إنجاز عسكري في استهداف القطع العسكرية لكن جميعها فشلت لكن الخبراء العسكريين الأمريكيين يتحدثون أنه في حال استمرت هذه الهجمات بهذه الوتيرة من قبل الحوثيين سيكون هناك إصابة ربما لسفينة عسكرية التابعة لتحالف حارس الازدهار وتحديدا لولايات المتحدة الحوثيين تحدثوا عن إصابة إيزنهاور تحدثوا أيضا عن اطلاق على المدمرة البريطانية لكن هذا غير صحيح هم يتحدثون الآن عن مراحل تصعيدية أخرى